وبص اول اول جزئية يعني اول بس هنتكلم فيها عن اللي هي الماجيك تورك فورميلا دي خلاص وتطبيق لها ومسألة هنحلها يعني. هي المفروض انك انت لما كنت بتيجي تشوف اي اي عربية بيجايب لك الانجين وجايب لك الكيرف بتاعه اللي هي جايب لك التورك مع البيت او البيت مع ايه مع الانجين. بس طبعا اي عربية لما بيجي بيقول اي انجين لما بيجي عليه بيجي بيجيب لك ايه عند الفول لود. تمام? عشان يبين لك ايه اقصى حاجة يقدر يطلعها الانجين ده. فاحنا عايزين طريقة تانية ان انا قادر اجيب ايه? عند اي فتحة سروتل تانية. يعني مش لازم عند الفول لود. ماشي? فالمفروض انه بيجيب في معادلة كده امبيريكل. بالمنظر ده. ماشي? هي دي اللي تقدر تجيب عند ايه? عند اي فتحة سروتل. فالمفروض ان انا بقول ان السروتل بتاعك لو مفتوحها الفول لود يبقى كده الفول سروتل دقيق مية في المية. خلاص? فانا عايز اجيبها عند اي نسبة تانية. ففي البداية انا بديك ايه? بدل ما بجيب لك العلاقة ما بين التورك والسبيد بتاع الانجين في صورة جدول وقيم مكتوبة? لا. انا بجيبهاها لك في صورة معادلة. خلاص? بالمنظر ده بتتبقى من درجة تانية كده. ماشي. والسبيد هنا بتتحطي بالار بيم. والتورك بتاعك وحدته بيطلع ايه بنيوتين متر. وبقول لك ايه انك انت عايزك تعوضلي فيها من الف لايه? لتمنتالاف. خلاص? فتقدر انت تبتدي تفرض خيم بتاعت الان. هيطلع لك التيه. وترسم الكيرف بتاع الايه? التورك مع السبيد. بس هنا في الحالة دي اللي انت رسمته ده. ده بتاع ايه? بتاع الفول لود. يعني انت دايس على دايس على الدواصل بتاعت البنزين للاخر. تمام كده? طيب انا عايزك بقى عايزك ترسم لي بقى عند اي فتحة سروتل تاني. فبنستخدم الايه? المعادلة دي بقى. فالمعادلة دي فيها ايه بقى لو كنت بصيت كده? بقول لك التورك عند ايه? عند سبيد بتاعت انجين. وعند ايه فتحة سروتل معين. السيتة دي هي بتمثل ايه? كم في المية من فتحة السروتل بتاعي. تمام? اه وبتتحط ايه? يعني ايه? يعني ايه? يعني ايه? مسلا بقول لك عشرة في المية بيتحطها لي بعشرة. عشرين في المية بعشرين كده. فعندنا المعادلة هنا. بقول لك التورك بتاع الفول سروتل يعني اللي هو جاي من هنا. حل? عندي ان معينة. بس هنا انا مش بضرف في ان. انا بقول لك التورك بتاع الفول سروتل عند سبيد بتاعت الانجي. يعني البصد هنا مفروش غير ايه رقم واحد بس اللي هو ايه? قيمة الترك بس. خلاص? وبعد كده المخام بقى اللي تحت هتلاقي الاي بي سي دي ده دول كلها سوابت اهي سبتة يعني يعني الحاجة الوحيدة اللي بتتغير في المعادلة دي مين? السيتا. قلنا السيتا دي اللي هي ايه? فتحة الصورة البتاعتك. هتتغير من كام لكام? من ايه? من صفر لغاية ايه? مية في المية. فاحنا لم يجي نرسم? هترسم. فانت المفروض بقى لما تيجي تحطها هنا هتحط مش هتحطها لي بواحد من عشرة اتمنى عشرة لأ بالايه? عشرة عشرين تلاتين لغاية ما ايه? ما تبقى بمية. تمام? فالمفروض ان انا كل انا دلوقتي مسلا لو لو جيت عوضت بقى ورسمت هيطلع لي حاجة بالمنظر ده. اول حاجة انا ده دي مسألة تانية يعني دي مسألة تانية بس مش نفس الارخام. بس هي نفس الخطوات بالظرط. اول حاجة فرضتها. انا ايه انا في المسألة هنا كنا مديني بتاعتك لغاية ستلاف. وماشي بستيب من سبعمائة وخمسين لستلاف. وماشي بستيب كام متين وخمسين. حل? انت هنا عندك في المسألة من الف لايه? لثمانتلاف. خلاص? فايه ايه عمل زي ما انت عايز? يعني مش مش. بس يا كل ما الستيب بتبقى صغيرة كل ما الرسم بتاعك هيبقى اضاق. خلاص? بعد كده مش انا عملت خلاص انا رصيت بالخيم بتاعت الان. هبتدي هنا اكتب المعادلة بتاعتي. اللي هي ما بين التورك والان. واحسب طلع لك الايه? طلع لك الخيم بتاعت التورك. بس هنا احنا يلينا عند فول لوت. يعني السيتا بكام? حد يعرف? السيتا بتاعتي هنا اللي في المعادلة دي. ميمين ايه. ممتاز زي الفول. هنا ده الفول لود الاول سيتا بمية في المية. انا عايز احسب عنده كل فتحة بقى. يعني اي فتحة عندي. فكل اللي انا هعمله ان انا هغير السيتا بتاعتي من صفر لغاية كان مية في المية. حل? وبعد كده اللي باسب يعني انا دلوقتي الكيرف ده عند عشرة في المية. حلو كده? كل اللي انا عملته. عملت ايه? انا جيت في المعادلة هنا وروحت كتبت الاي بي سي دي. ماشي? والسيتا بتاعتي بكام? بعشرة في المية. خلاص? فكل دول سوابة. تمام كده? مين الحاجة الوحيدة اللي بتتغير التورك? طب التورك هجيبه منين? هي القيم دي. تمام كده? ماشي يا شباب? بس فاستخدم القيم دي. يطلع لي ايه? اي. يطلع لي الكيرف عند اي واحد ايه? لا اي واحد فيه. هم كريسر تسأل ولا مش دواتي? اي ايه ايه اسأل ها. اه ادول لدلوقتي انا حضرتك اعايز عند كل سيتا اجيب. اه مع تغيير مع تغيير مع تغيير مع تغيير مع تغيير مع تغيير الني. الني سابتة لا الني سابتة اللي بتغير مين عندنا? اه أما اللي قال إني أعطيها لي فريندي هنا من ألف ثمان ثلاثة. أنا كده اللي أنا أغير. أنا باتكلم هنا اللي أنا أعملها دي كتاعة مسألة قديمة. مسألة قديمة. ماشي؟ مش نفس الفكرة يعني؟ أيها نفس الفكرة. اللي إن هنا تغيرت. مين اللي تغير؟ أدي العمود بتاع الإن؟ هل؟ بس. ومين اللي بتغير؟ التورك بتاعك بس. ماشي؟ أنا بأكد تاني. اللي فوق ده قيمة التورك بس. مش بقول تورك في إن لأ. أنا بقول لك التورك اللي عند إن كازو. ماشي؟ لأن نخلي بالك هنا تحت مكتوب فيه إيه؟ لو جيت بصيت كده. هتلاقي هنا في إيه؟ في إن. اللي هي الإن اللي عند التورك ده. تمام؟ عشان ما حدش يتلغبط ويدراب لي البصد في إن. يعني ما تقولش التورك في إن. لأ أنا التورك اللي عند الإن هنا اللي ححط الإن هنا بس. لكن هنا تورك بس. ماشي؟ فكل اللي انت هتعمل هتغير للسيتا من صفر لغاية مية في المية. وبعد كده إيه ترسم هوملي. خلاص؟ بس هترسم من اللي هو من عشرة لغاية إيه مية في المية يسيبك من الصفر ده. ده ملوش معنى أصل. لأن المفروض هنا لأن الصورة اللي بتاعنا إيه مقفولة. فأنا عايزك ترسم لي ليه العشرة كيرفات بالمنظر ده. خلاص؟ فإحنا لما جينا نرسم طلع لإيه طلع لالشكل ده. حلو كده؟ كلهم لهم نفس الإن. بس اللي بيتغير مين قيم التورك هي اللي قاعدة إيه بتختلف. لكن هتلاقي قيم الإن نسبة لهم كلهم. ماشي؟ بس خلي بالكوا بقى من حاجة. المفروض إن إحنا عندنا اللي هو عند صورة المية في المية. تمام كده؟ الصورة المية في المية. الماكسيمم تورك كم بكام؟ وعند سبيت بكام؟ مش ده. عند السيتاب مية في المية؟ خلاص؟ أكبر قيمة ليه بكام؟ هنا أكبر قيمة بكام؟ اللي هي المية وتمانين دي. صح؟ عنده سرعة كام؟ تلات تلاف. يبقى المفروض أنت عند الفولس روتل أو السيتاب مية في المية. الماكسيمم تورك بتاعك مية وتمانين عند تلات تلاف. حلو كده؟ طب لو جيت قلت لك عند فتح التمانين في المية هاتلي إيه؟ هاتلي الماكسيمم تورك والسرعة المناظرة ليه؟ هل هتقول تلات تلاف برضو؟ ولا أقول مية وتمانين؟ ولا هتختلف؟ كل اللي أنا هعمله إن أنا حاجة أبص على إيه؟ على الجدوى العمود اللي أنا حسب. مش ده بتاع التمانين في المية؟ تمام كده؟ فين أكبر خيمة ليه؟ هتلاقي عند بكام اللي هي مية تنين وستين دي. خلاص؟ هتلاقي عنده سرعة كام بقت عنده سرعة كام الفين وخمسمية. يعني معنى كده إن مع كل فتحة سروتل الماكسيمم تورك بيختلف بيقل والسرعة بتاعته إيه؟ بتتغير اللي عنده. ماشي؟ عشان محدش يبقى في دماغه إن دايما أعلى خيمة للتورك في أي واحد فيهم عندي التلات تلاف. لا. كده غلط. كل واحد فيهم هتلاقي له الماكسيمم تورك بتاعته عندي إيه؟ سرعة مختلفة. ماشي يا شباب؟ يعني لو جيتوا خدتوا أي واحد لو جينا مساكنة بتاع اللي 40 في المية ده فين أكبر خيمة للتورك هتلاقي أني واحدة اللي هي إيه؟ عندي 750 دي. ماشي ولا فيه أكبر هي عند دي. تمام؟ يعني أكبر خيمة ليه بكام 124 نيوتن عند سبيت بكام 750 طب تعال نشوف اللي هو 70 في المية فين أكبر خيمة للتورك هنا هتلاقي اللي هي بكام اللي هي دي. خلاص اللي هي مية أربعة خمسين سبعة خمسين من مية دي. عند سرعة كام ألفية. تخلي بالك من كده لأن في مسائل بعد كده يعني هتبقى مترتبة على الحكاية دي. إنه جاء أقول لك احسب لي عند 80 في المية مثلا خلاص وقول لي المكسيمم تورك والسبيت المناظرة لها. ماشي يا شباب مفهومة دي فيها أي مشكلة المسألة دي؟ أي مشكلة أي سؤال تأمين مش مهنش مش مهنش بساعة أيوة هو ايه الفرق بين آآ كله من اللي على الشمال التورك فول لودو اللي على يمين يعني واحد ده يعني في الجدول الكبير فيه مية في المية على يمين خالص وفيه أي جده أيوة ده هتلاقي الفرق بين ده وده حاجات اللي هي ايه حاجة من مية أو حاجة من عشر بس لكن هي هي ده الفلسروتل اللي هو بتاع المعادلة دي وهي هي ده ايه لما اجا عوض وحط السيتا بمية في المية يعني يعني لما اجا عمل عمل كل واحد للمية في المية بس يعني آآ آآ اعمل واحد للمية في المية هو ده اللي ترسل تمام ها ايه السيلة السيلة شمانس ومعالش لما نعود بسيتا هنعود يعني بعشرة أو العشرة عشرة من مية آآ عشرة عشرين تلاتين اربعين لغاية مية تمام تمام ماشي ها ايه السيلة في الجزيدي شمانس معالش ها ايه افضل كل سيتا ليها تركي اقصى حاجة نكتلف عن البيان آآ اهي ما انا بقول لك امسك اي عمود فيهم عند تسعين في المية الماكسوم بتاعك بكام لو جينا بصينا كده الماكسوم بتاعك عند كام اهو بكام مية تمانية وستين وثانستين من مية عند كام عند الفين سبعمية وخمسين حل ماشي كل كيرف فيهم لاعلى النقطة فانا عايزة لما اجا اسألك اقول لك اعلى خيم عند اي عند اي فتحة سروتل معينة هاتي الماكسوم تورك والسرعة المناظرة لي هو معانيش التورك اللي جنب اللي هو الارب ام ده ده كده عند سيتا كام ده هو اه اه ده اللي هو بنبقى حاسبين ومنين من المعادلة دي على طول اللي هو ده بتاع ايه ده بتاع الفين لوت ماشي اللي هو سيتا لكنها سيتا بايه مية في المية يعني كده ده كده هو هو اللي عليمين خالص اه يعني من المفترض من المفترض ان القيم دي تبقى طلع ايه قدي دي بالزبط او لو حصل فرق بينهم يبقى حاجة بسيط ماشي يعني بص انا هنا حاسب المفترض ده اه حل مع مين مع ده تمام فالمفترض القيم تبقى ايه يعني ده طلع كام اول واحدة مية واحد واربعين واثنشر من مية الثانية طلع كام مية اثنين واربعين تعال شوف مثلا اخر واحد مية وتمانية من عشرة الثانية طلع كام مية واثنشر ونص ماشي يعني يبقى قريبين من بعض جدا اذا ما سووش بعض يعني فهلن تقصلي فالمفترض ان ده ده اللي هو جاي من ايه من المعادلة من المعادلة دي على طول والتاني اخر عمود في الشمال اخر عمود على اليمين جاء المفترض لما اجا حط هنا السيتاب كام بمية بقى تمام يعني كده الرسمة اللي تحت على الشمال دي كده دي الفول لود اه ده المفترض ده كده ده الفول لود لوحده اللي هو مين اللي هو اعلى واحد هنا اللي هو اعلى واحد اللي هو ما هتلاقيه تحت هنا ماشي تمام كده خلاص فأنا عايزكم بقى دلوقتي كده أي أسئلة حد عنده أي أسئلة مفيش أسئلة طب أنا عايزكم دلوقتي بقى تقعدوا تتجربوا فيها لغاية الساعة تسا يعني عايز الناس تشتفل فيها واللي يخلص ويقدر يسلم يرفعها على التيمز على طول ماشي يرفعها بالإكسل ولا لازم حاولها ورد والشغل ده يرفعها لإكسل ما عندي مشكلة زي ده يعني عايزك تعمل لي فايل زي ده خلاص وتعمل حاضر حاضر تمام اللي يقدر دلوقتي يعني أنا عايز بس أشوف في الناس يعني إيه حلت ولا لأ مش دي الصورة النهائية اللي عايزة تتسلم بس أنا عايزة أشوف بس الناس فهمت ولا لأ عشان شوف هل في مشكلة في التعويض ولا الدنيا ماشي تمام تمام يا دكتور خلي بص خلوها دلوقتي بص أيها تفضل وإحنا هنسلم على إيه بص عشان هنشاف فيه كذا حاجة كده بص كل التسليمات بتاعتنا على التيمز على طول ماشي أي حاجة على التيمز فأنت هتلاقي فيه بروجرس اتنين وفيه تلاتة بروجرس اتنين ده هتلاقي مكتوب ماجيك تورك فورميل جهز على طول ماشي دلوقتي بلاش حد يرفع دلوقتي يعني ايه متوقف على انك انت فهمت دي أنا عايزكم تجربوا بص دلوقتي ماشي تمام يا شانس أنا كده المفروض هعمل من الف لتمنتلاف هتعمل من الف لتمنتلاف هتعمل من الف لتمنتلاف وخلي بتاعت الار بي ام بتاعتك مثلا كل خمسمية مثلا أو متين لو انت هتشتغل على ايدك ولا على الاكسل على الاكسل أسرع طب حلو على الاكسل خلي الاستيب بتاعتك فاعت الاسفيد كل امتين وخمسين ار بي ام ماشي عشان المطاليب بتاعتك اه زي ده شايف هنا انا عامل الاستيب هنا كل كام كل امتين وخمسين حلو والسيتا بتاعتك كل عشو انا عايزك تعمل لي نفس الشكل ده بس بالارخام بتاعتنا بقى البداية بتاعتنا كام من الف لتمنتلاف باستيب متين وخمسين وهنا السيتا من صفر للمية باستيب عشرة بس لما تيجي ترسم ارسم لي ايه من اول عشرة في المية لغاية مية في المية بس ماشي تمام كده بس خلاص اي اسئلة يا شباب نا تمام كده ماشي خلاص هنقفل دلوقتي واعدوا جربوا وهنتابل تاني الساعة تسه تمام ماشي يا شباب اشوفكم الساعة تسه ان شاء الله السلام عليكم ماشي خلاص شكرا